تمكنت الدولة المصرية من صوني مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الأثار السلبية لصدمات داخليا وخارجيا وأكدت وكالات فيتشو وستاندرد أنبورز أن سجل لمصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة واستأزمات هزت أقوى الاقتصادات العالمية في ظل جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية تمكنت الدولة المصرية من صوني مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الأثار السلبية للصدمات داخليا وخارجيا هدى وأبقت وكالة فيتشي للتصنيف الاقتماني أبقت مصر عند بي بلاس منذ مارس 2019 مؤكدة أن سجل لمصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة من جانبها ثبتت ستاندرد أندبورز تصنيفها لمصر عند بي منذ مايو من عام 2018 لافتة إلى أن نظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس من توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تظاهر مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية بدورها ثبتت مودز تصنيفها لمصر عند بي 2 منذ إبريل من عام 2019 مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الاعتماني في ظل التحديات الراهنة وذلك وفقا لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير من العام الجاري 2022 توقعت فيتش أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام القادمة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022-2023 مشيرة إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإرادات السياحة سهم بشكل كبير في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021 على صعيد متصل أشارت ستاندرد أند بورزي إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالميا تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط